المسائية من الميادين وفي عنوين ملفيها لهذه الليلة على وقع الانسحابات الإسرائيلية المتتالية من القطاع المقاومة تجدد التمسك بثوابتها في المفاوضات وتواصل عملياتها النوعية في غزة وجبهات الإسناد وحركة النجباء العراقية تتوعد بالرد على أي عدوان أمريكي هل وصلت الأمور إلى المنعطف الحاسم واشنطن تضغط لتحقيق رؤيتها بشأن كامل الشرق الأوسط انطلاقا من غزة وصلت تقارير عن استعداد سعودي للتطبيع مع انتهاء الحرب هل ينجح الأمريكيون في فرض مقاربتهم مساء الخير مزالت الكلمة للميدان في غزة وخارجها رغم كل الحديث الجدي عن المفاوضات تواصل المقاومة في غزة عملياتها النوعية عبر استهداف المزيد من جنود الاحتلال وألياته من المسافة صفر وتؤكد ما عجزت عنه تل أبيب في الميدان لن تناله بالسياسة أو بالضغط جددت المقاومة ثوابتها بأن أي مفاوضات يجب أن تفضي إلى إنهاء العدوان كليا وانسحاب جيش الاحتلال بالكامل ورفع الحصار موقف حاسم يأتي فيما يعتمد نتنياهو أسلوب التفاوض بالنار مع عودته إلى لآته الثلاث غير القابلة للتحقق وهو العالق في مأزق سياسي مع تلويح شركائه من أقصى اليمين المتطرف في الكابنت بالانسحاب ما يعني أن زعيم اليكود يبدو محشورا في الزاوية مع العروض التي يقال إن واشنطن تخيرها بينها ضمن رؤيتها التي لا تقتصر على غزة وحدها بل تشمل الشرق الأوسط كله مع الحديث عن استعداد سعودي للتطبيع بدفع أمريكي مقابل التزامات الحد الأدنى بشأن القضية الفلسطينية الجبهات الأخرى بقيت ساخنة بدورها وستبقى جبهة إسناد وربما أكثر طالما استمر العدوان من لبنان الجاذب للمفادين الدوليين في سبيل تهديئة جبهة الجنوب وإلى اليمن المستمر في عملياته في البحر الأحمر رغم العدوان وإلى العراق حيث تتواعد المقاومة بالرد على أي عدوان أمريكي عليها نناقش عنواني المسائية مع ضيوفنا الأستاذ مهدي الكعبي عضو حركة النجباء معنا مباشرة من بغداد السيد أسامة مسلماني الخبير بالشؤون الإسرائيلية معنا من القدس المحتلة والدكتور خالد صفوري المستشار السياسي لمركز ميرديان للدراسات الاستراتيجية معنا من واشنطن أهلا بكم جميعا ضيوفنا اللي كرام أبدأ معك أستاذ مسلماني وتحديدا أن نبدأ بمسارين أساسيين المسار الميداني الذي تخط فيه المقاومة الإنجازات النوعية بما تسطره من ملاحم بمقابل انسحابات المحتل وبين الجهود المبذولة للوصول إلى وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب أي مسار يسبق الآخر ولماذا؟ مساء الخير للجميع طبعا واضح أن بعد مرور ما يقارب أربع شهور تقريبا على الحرب على قطاع غزة وما زالت الإبادة الجماعية مستمرة وارتفاع أعداد الشهداء في قطاع غزة لكن على الميدان على الأرض واضح أن الكلمة والفيصل للمقاومة الفلسطينية التي وصلت الرسائل بشكل كبير إلى المستوى العسكري والأمني لغاية هذه اللحظة المستوى السياسي ما زال يضغط باتجاه هذا مما يؤكد بأن حرب العصابات أو حرب المدن في داخل القطاع يعني تؤتي ثمارها بشكل كبير جدا وواضح جدا أن الجيش هو عاجز عن تقديم أي وصول إلى استعادة الأسرة وهذا فهمت الإدارة الأمريكية بشكل واضح أن إسرائيل هي عاجزة ولديها الضعف وليست لديها القدرة خاصة في موضوع البري واضح جدا صلابة الموقف من قبل السيد القائد هنية وزياد النخالة الذين أكدوا قبل ساعات تقريبا بأن كل ما يتم نشره من الإعلام العبري هو غير صحيح وغير وارد على الإطلاق ما زال الموقف متصلب من أرضية الميدان وبالتالي الميدان هو الذي الآن يقرر كيفية الدخول بالمفاوضات وشكل المفاوضات وهذه دلالة واضحة بأن سيطرة الألوية على خان يونس تحديدا والتي هي تعتبر المعقل للمقاومة حسب التعبير الإسرائيلي وانسحاب منذ تقريبا عشرة أيام وقبلها اللواء الجلاني وقبل يومين تم سحب أكثر من لواء في منطقة الشمال هذا يعني بشكل واضح أن الميدان يسيطر بشكل كبير على الأرض وأن المقاومة تبدل جهودا وتعطي انطباعا كبيرا مفاجئا أولا لمحاولة الدول العربية التي تريد أن تدخل في سياغات الجانب الأمني أو السياسي لحل حل المواضيع التي تكون وعادة المفاوضات بتجربة الميدان هي دائما تكون تحت النار وبالتالي هذه نتنياهو أو السياسة الإسرائيلية تحاول أن تستخدم هذا الأسلوب لمحاولة الضغط على المستوى السياسي وخاصة بعد الأحداث الأخيرة التي حصلت مثل تعليق 15 دولة ضرب بعرض الحائق كل تدابير والإجراءات التي أخذتها محكمة لاهاي يعني منذ هذا القرار وتسعمائة شهيد تقريبا والتصريحات النارية الخطابات حول الاستيطان ومؤتمر الاستيطان يعني إراد رسالة للمستوى السياسي التي لم تحصل عليه إسرائيل في الميدان ولم تستطع لا القضاء على حركة حماس أو على المقاومة أو استعادة الأسرة هي تريد تحصيله من خلال الضغط العربي الذي يحاول تمرير الصفقات بين قوسين الشبهات دعنا نقول أكثر حول موضوع حل الدولتين الذي يتم ترويجه في المنطقة من أجل تخفيف حدة التوتر في المنطقة الإقليمية أعتقد أن الميدان هو الذي سوف يقرر طريق الشهر سنفصل هذه الضغطات لأنك أشرت إلى ضغطات أمريكية أستاذ مسلماني وكذلك ضغطات من قبل الوسطى وضغطات عربية العودة بالحديث ليس عن خطوات لقيام دولة فلسطينية بل التسامات سياسية وهذا يعني الكثير كذلك بتبدل هذه المواقف ولكن اسمح لي أن نفهم أكثر حقيقة الموقف الأمريكي بما تمظهر حتى الآن مع الدكتور خالد صفوري يعني اجتماع باريس ظهر حتى الآن دكتور خالد توجه واشنطن إلى الدفع قدما باتفاق ما بوقف إطلاق النار بعدما وصل الخيار العسكري الإسرائيلي إلى طريق مسدود وهذا ما نسمعه يعني على لسان الكثير من المسؤولين الأمريكيين وتسرب هذه المعلومات بأنه حتى هذه اللحظة لم يستطيع الإسرائيلي تحقيق القضاء على حماس كما كان يراد بحقيقة الموقف الأمريكي ما الذي يريدون هل الالتزام بوقف إطلاق نار تحت مسمى الهدنة وليس وقف إطلاق النار ولماذا بحياتي لك والضيوف الكرام والجمهور الكريم مساء الخير أنا طبعا لا أعتقد أنه فجأة أخذت الشهامة هذه الإدارة الإدارة جلست متفرجة على الذبح والقتل في غزة لثلاثة أشهر الآن التحرك كله مرتبط بالداخل الأمريكي والانتخابات الأمريكية علينا أن نعرف أن هذه الإدارة بدأت حملة خلال الأسبوع المنصر وحتى هذا اليوم حملة من أجل اللقاء مع الجالي العربية والمسلمة في محاولات مختلفة وكلها فشاة على الإطلاق من أسبوع الماضي رئيسة حملة الانتخابي الرئيس بايدن توجهت إلى ولاية ميشيغان وحاولت أن تلتقي مع قيادة الجالي ورفضت الجالي أن تلتقي معها أول أمس وزير الخارجي الأمريكي دعا ستة فلسطينيين إلى اجتماع الساعة الواحدة في وزارة الخارجية والستة رفضوا المجيء لدي القائمة الأسماء الستة الذين رفضوا أن يجتمع مع وزير الخارجي الأمريكي الرئيس الأمريكي بنفسه ذهب بالأمس إلى ميشيغان وكان له لقاءات مع اتحاد نقبات عمال السيارات وحاول أن يلتقي بالجالية ورفضت قيادات الجالية أن تلتقي معه في ولاية ميشيغان وهي ولاية أساسية في الانتخابات وهي ولاية مرجحة ليست محسومة لأيجها وفي السلطعة الرئي الرئيس بايدن هو خلف ترامب بتم النقاط في هذه الولاية التي هو انتصر فيها في الانتخابات الأخيرة بفارق نقطة ونقطتين وبالتالي هما أمام مشكلة حقيقية الانتخابات الأمريكية بعد تسعة أشهر فقط وهذا يعتبر فترة وجيزة جدا وعليها أن يحقق الكثير خلال هذه الفترة القصيرة ولهذا نجد أنهم الآن يحاولون يتكلمون عن دولة فلسطينية أين كانوا كل هذه السنوات ثلاث سنوات مرت من هذه الإدارة ولم تفرط أي قيود على المستوطنين قبل ثلاثة أيام قامت بإجراءات هزيرة جدا ونحن على الميدين قلت قبل أكثر من شهر أن أمريكا تستطيع أن توقف عملية الاستيطان لأن 95% من الأموال المستوطنين في الضفة الغربية تأتي من أولاد المتحدة وكثير من زعمال المستوطنين هم أمريكيين ولديهم جنسيات أمريكية وتستطيع أمريكا أن تعاقبهم بذلك وبالتالي أن صحة أمريكا فجأة على أن هذه مشكلة هذا ابتدال سياسي ولن ينطلي على الجارية الآن أمريكا تحاول أن تتكلم عن دولة فلسطينية وعلى اتفاقية سلام وحتى لإدراء دول أنا على سبيل المثال لست مقتنى أن السعودية تشترى تقيام دولة فلسطينية الذي يتابع الدباب الإلكتروني السعودي الدباب الإلكتروني السعودي ومنذ خمس سنوات يشتم على فلسطين والفلسطينين ويتكلم عنه فلسطين باعوا أراضيهم وحتى في حرب غزة فقط عليك أن تشاهد المحطة العربية بأين تقف المملكة العربية السعودية محطة العربية كأنها محطة تلفزيون إسرائيلية تغطي الحرب هي والحدث كأنها محطات إسرائيلية فالموقف السعودي لا أتصور أنه حزين جدا على الوضع الفلسطيني ودخل حتى كطرف متأخر جدا على الموضوع تحت الإغراءات الأمريكية أنا وجد نظري كذلك على أن الحكومة السعودية ستوقع اتفاق سلام وتنضم إلى الاتفاق بإبراهيم لو جاء ترامب إلى الحكم فورا وبدون أي مفاوضات وبدون أي شروط لإقامة الدولة الفلسطينية لأن هذه الإدارة ليس هناك ود بينها وبنى الرئيس بايدن وبالتالي لا تريد أن تطيئ مكافأة الرئيس بايدن وإدارة يحاولوا الحصول على نصر سياسي قبل الانتخابات الأمريكية ليسلموا على مستوى السياسة الخارجية هذه الإدارة ثلاث سنوات وأكثر وفشلت في تحقيق أي نصر سياسي سواء في أوكرانيا أو المشكلة مع الصين وفي عدة جبهاتية فشلت والآن الأمور تتوسع ومشكلة غزة تتوسع لأن هذه الإدارة رفضت أن تأخذ أي إجراءات في وقت العمليات العسكرية أو حتى في تخفيف عدد الضحايا المدنيين الذين سقطوا من غزة من الأطفال والنساء والخيوك وتدمير المستشفيات والمدارس والجانعات فهذه الإدارة فقط أخذتها الشهامة قبل يومين عندما بدأ العدد تنازل للإدخالات الأمريكية فأنا أعتقد أن هذه اللعبة عليها لا تنطليل على أحد نحن نسمع على الجولة الفلسطينية منذ الرئيس بوشل أب منذ سنة 91 وحتى الآن وحتى اتفاقيات التي حصلت من اتفاق أوسلو والذي تلاه لم يحقق حقيقة على الأرض إلا إزدارة المستوطنين من 70 ألف إلى 500 ألف مستوطنين نعم لأنه تضبط الساعة وفق هذه المقاربات الانتخابية والحسابات الانتخابية اليوم إدارة بايدن وهي تبحث الآن عن مخرج بشكل أساسي لأن ما يسمى حتى هذه اللحظة هي هدنة وليس وقف إطلاق النار وفي محاولة أمريكية أيضا بتحقيق انتصار مال الإسرائيلي وإيجاد المخرج بنفس الوقت له عبر وقف هذه العمليات كيف؟ هل يمكن أن يصل إلى ذلك بممارسة هذه الضغوط حتى عبر الوسطاء؟ أنا في تصوري ومن الأشخاص التي تكلمت معهم سواء في وزارة الخارجية أو من أطراف الأخرى المفاوضة أن الأمريكيين يحاولوا أن يعرضوا على نتنياهو أنه إذا انسحب اليمين من حكومته وأدى ذلك إلى نهارها أنهما أقنعوا لبيد أن يدخل في حكومة وحدة وطنية ويحافظ على الحكومة بشكل جديد مقابل التوقيع على هدنة لمدة ستة أسابيع الإدارة الأمريكية كذلك تعتقد وهذا ما اتهموا فيه اليمين الإسرائيلي بأنه إذا تم التوقيع على هدنة ستة أسابيع وتم تبادل السجنة فأنه الهدنة المؤقتة ستتحول إلى هدنة دائمة وهذا ما قاله الزعماء اليمين في إسرائيل بأن هذا ما سيحصل وهذا من خطط الإدارة الأمريكية عن تفلط هدنة دائمة لأنه لا تريد استمرار الجبهات في الاشتعال لأنه هذا يسيئلها بالداخل ليس فقط الجالة العربية والمسلمة هناك تحالف داخل الحزب الديمقراطي من اليسار المعارض للحروب ليس فقط هذه الحرب والإخاذة مظاهرات كبيرة واعترضة حتى في الكونغرس أمريكي ضد حرب العراق في سنة 2003 وحروب الولايات المتحدة خارج حدودها في السابق وذلك مجموعة حقوق الإنسان أو الجماعات النشطة في اليسار والشباب الأمريكي الذين يعترضون على ما تخوف به إسرائيل إدارة بايدن خسرت كل هذه المجموعات حتى عندما ذهبت محطات التلفز الأمريكية إلى ولاية كارولاينا الجنوبية التي سيكون فيها الانتخابات التمهيدية بعد أيام أو أسابية حتى رغم أن الرئيس اعتمد على أصوات السود من أجل أن ينجح قبل أربع سنوات في ترشيح الحزب الديمقراطي وأنه فوجئت حقيقة على محطة السينان وحطات الأمريكية كانوا السود يقولون أنهم لديهم مشكلة في التوصيد لبايدن وأحد الأسباب هو حرب غزة فحتى الأقليات الأرقية في أمريكا 65% من السود ضد الموقف الحكومة الأمريكية في حرب غزة 67% من الأصول اللاتينية فالأقليات تقف موقف موحد مع الشعب الفلسطيني ومع الشعب في غزة ضد هذه الحرب وبالتالي هذه المجموعات لا أقول أنه رئيس خسرها كلها لكن خسر قطاعات كبيرة منها وهذا ما عبر عنه حتى بايدن لنتنياهو قبل شهر قال له في تأثير أساسي على فئة الشباب بتفصويتها الانتخابي وخياراتها نتيجة السياسات التي نتبعها ولا يمكن إطالة أمد هذه الحرب إلى عمل مقبل أريد أن أعلق على ذلك نتنياهو يريد أن يخسر بايدن وهو يعتقد لو جاء ترامف أنه سيحميه مما يقوم به وعطيه غطاء ياسي وعسكري أكثر مما أعطاه الرئيس بايدن وبالتالي إذا قال بايدن هذا الكلام نتنياهو لا أعتقد أن نتنياهو حريص على الحفاظ على بايدن في البيت الأبيض فبالعكس هو بالخفاء نمتأكد أنه يتآمن عليه فالحسابات الإسرائيلية تختلف على الحسابات حسابات الأمريكية حتى هذه الصيغة اليوم هي انعكست على انقسام حاد وجدل قد يطيح ويهدد بهذه الحكومة حكومة نتنياهو وهناك تحذير بأنه عدم بمطالب عدم الانسحاب لأنه هذا سوف يعود بالضرر على الجميع بالنسبة لنتنياهو أنتقل إليك لتوضح لنا الصورة أستاذ مهدي الكعبي عضو حركة الرجباء من العراق في بغداد ولسيما نحن على وقع هذه المفاوضات المقاومة إن كان في غزة وجبهات الإسناد هي تحقق الانجازات النوعية وببيان مهم جدا بمضامينه وكذلك بالتوقيت حركة النجباء يعني تشدد بهذا الموقف وتؤكد استمرار عمليات المقاومة الإسلامية العراقية حتى يتوقف العدوان الإسرائيلي على العراق ويرحل الاحتلال الأمريكي عن الأراضي العراقية ما هي قراءتكم لهذه المسارين مسار التفاوض ومسار هذه العمليات النوعية وأنتم جزء من جبهات الإسناد التي تساند غزة تحية طيبة لك يا أختي الكريمة ولضيوفك الكرام ولمشاهدي قناة الميادين طبعا المقاومة الإسلامية بالعراق موقفها ثابت من القضية الفلسطينية هو قضية دعم المقاومة الإسلامية في فلسطين موقفنا لا زال أنه متوقف في قضية وقف أطلاق النار في فلسطين تتوقف المقاومة وكذلك تتوقف المقاومة الإسلامية في شرطين اليوم ذكرت في بيان سماحة الشيخ أكرم الكعبي أولا هو وقف أطلاق النار في قطاع غزة الأمر الثاني هو لابد من انسحاب الاحتلال الأمريكي من العراق هذين الشرطين كلاهما لابد أن يحصلا حتى تتوقف المقاومة الإسلامية بالعراق باعتبار المقاومة الإسلامية جزء من هذا المحور الذي يشكل رفض ويشكل أنه خط متصل وحدة موقف ووحدة الساحات لابد أن يكون موقف المقاومة الإسلامية الذي يتصف بالثبات والرسوخ هو داعم للقضية الفلسطينية وداعم لهذا المحور المنتصر أما قضية التفاوض أخت الكريمة تقصدين بها التفاوض الفلسطيني الصهيوني أم تقصدين التفاوض العراقي مقترحات باريس لا أتحدث عن مقترحات باريس لإنهاء الحرب يعني بيئة الوسطى التي هذا المقترح وهو قيد التشاور الآن بالنسبة للفلسطينيين وأيضا يتم فيها الكثير من التسريبات وحول مواقف مختلفة ومتناقضة بالجانب الإسرائيلي حتى داخل الكابينت أستاذ مهدي نرى ونسمع ولدينا أنه بعض المعلومات تقول هناك مفاوض قطري في قضية حتى إدخال الورقة القطرية والمصرية والمصرية يريدون يجملون قضية الجانب المصري لأن موقف ما زال مستمر موقف سلبي من القضية الفلسطينية نرى ونسمع هناك أن هناك ورقة قطرية عرضت على الأخوة في حركة حماس هذه الورقة أو هذه الورقة الفرنسية تدرس من قبل المقاومين هناك إذا كانوا الأخوة وافقوا عليها فنحن مع موقف المقاومة الإسلامية هم يرون مصلحتهم ومصلحة الشعب الفلسطيني في قضية الذهاب إلى التفاوض من عدمه لكن لا بد أن يكون هناك مصلحة الشعب الفلسطيني وخصوصا الأخوة في قطاع غزة لا بد أن يكون المفاوض الرئيسي والذي يعبر عن تطلعات الشعب الفلسطيني هي حركة حماس وباقي فصائل المقاومة الذين هم فعلا يمثلون الشعب الفلسطيني ويدافعون عن القضية الفلسطينية ولديهم شهداء وجرحة ولديهم كثير من المواقف المشرفة التي تتصف بالقوة وكذلك تتصف بالوضوح فلا مانع أنه نحن ندعم كل مواقف المقاومة الإسلامية في حماس وباقي الفصائل وكذلك ندعم الشعب الفلسطيني وإنه دعمنا أنهم مستمر ما دام هناك مصلحة وما دام هناك أمة حية هي الأمة الفلسطينية أستاذ الكعبي ولكن أيضا بجزئة أساسية ضمن هذا البيان ونحن نتحدث في ظل هذه التهديدات الأمريكية حينما وقع الدم الأمريكي في المنطقة يتم الحديث عن ثمن سوف يدفع أطراف المقاومة في المنطقة بظل هذه التهديدات يأتي هذا السقف العالي بالبيانة لحركة النجباء وتتحدثون بأن أي اعتداء سوف يقابل برد عليه هنا عن أي معادل اليوم تتحدث هذه الجبهة أو ترفع مستوى التحدي الجبهة العراقية علما أن نشهدنا بيان آخر قبل أيام لحزب الله العراق بتعليق هذه العمليات العسكرية لإحراج الحكومة بما يتعلق بالتفاوض مع الجانب الأمريكي لإنهاء هذا التواجد وهذا الاحتلال الأمريكي على الأراضي العراقية سيدة الفاضلة أنت لو تلاحظين البيان يأكد على أنه لا يوجد تأثير لا خارجي ولا داخلي على المقاومة الإسلامية في العراق كذلك أنه يؤكد هذا البيان أن القرار قرار عراقي صرف كذلك أنه البيان يؤكد على ماذا؟ يؤكد على أنه قرار أنه قرار نصرة الشعب الفلسطيني دعم المقاومة الإسلامية في فلسطين كذلك يؤكد هذا بياننا اليوم نحن نحترم أنه قرار الأخوة في كتاب حزب الله قرارهم محترم ونحملهم على الصحة وهم أخوة السلاح والجهاد فإذا كان هناك سبب لهم قضية أنه الدخول في هذه المعركة حرج مع الحكومة العراقية فإنه آراءهم ومواقفهم محترمة ونحن في جبهة واحدة وإن كان نختلف في وجهة النظر هم يرون وجهة نظر غير التي نراها في قضية إنه شأن العراق الداخلي حاليا لكن إحنا موقفنا يتصف بالثبات وأنه عدم المهادنة وعدم التراجع في قضية دعم القضية الفلسطينية كذلك أنه البيان يؤكد على أنه سيادة البلد وأي تهديد لأي شخصية أو انتهاك سيادة البلد سواء ضرب مؤسسات الدولة هيئة الحجر الشعبي المقاومين وفصائل المقاومة سوف يكون للمقاومة الإسلامية في العراق رد قاسي وسريع في مقابل التهديدات الأمريكية لأننا ندافع عن بلدنا ندافع عن كرامتنا ندافع عن شعبنا فهذا حق مشروع لكل إنسان مقاوم وشريف يريد أنه استقلال بلده والمحافظة على دولته والمحافظة على سيادته هنا نتحدث عن هذا التكامل بخصوصية كل جبهة وبرسائل النار التي ترسلها كجزء لا يتجزأ من هذه المعركة بمواجهة المحتل الإسرائيلي وكما نقول البداية دائما من الميدان وهذا ما سنتطرق إليه مشاهدين بهذا العرض لنعود ونستكمل النقاش مع ضيوفنا إذن نحن في أولا ودائما البداية كما قلنا من كلمة الميدان حيث ما زالت المقامة الفلسطينية تسطر ملاحم بطولية وتوثق للعالم صورة الصمود والثبات في وجه آلة العدوان بمدفعية الهاون وقذائف اليسين والقنصات والعبوات ومختلف أنواع الأسلحة تسيطل المقاومة على الميدان كتائب القسام وسرايا القدس وفصائل أخرى تنفذ العمليات وتكبد الاحتلال خسائر تدفعه إلى الانسحاب شيئا فشيئا من القطاع فقد أعلن في الساعات الماضية سحب أحد الأول أو ألوية الأحتياط بعد أن كان قد سحب لواء كرياتي ولواء المظليين الذي يعرف باسم رأس الرمح إضافة إلى عدد من كتائب لواء جولاني يترافق هذا التراجع الميداني لجيش الاحتلال مع محاولة تل أبيب إيجاد سبل أخرى لتصعيد الضغط كتهجير المواطنين الفلسطينيين فبعد خان يونس بدأ الحديث عن تفريغ رفح إذاعة الجيش الإسرائيلي زعمت أن تل أبيب والقاهرة تقتربان من التوصل إلى تفاهمات تفضي إلى إخلاء جنوب غزة لكن المسؤولين المصريين نفوا وجود أي ترتبات في هذا الشأن واصفين المزاعم الإسرائيلية بالأكاذيب قبل أيام كثف الاحتلال عملياته في محاور القتال وكأن تل أبيب تريد التفاوض بالنار وممارسة أعلى مستويات الضغط الميداني لكن المقاومة ثابتة على موقف واحد إنما عجزت إسرائيل عن نيله في الميدان لن تناله في السياسة وهو ما تؤكده كل من حركتي حماس والجهاد الإسلامي والفصائل إذن المقاومة تجعل حكومة الاحتلال وقعة في مأزق سياسي يهدد بحلها وتشرذمها صحيفة هارتس تنقل عن مسؤول في حزب الوزير بني جانس قوله إذا توصلنا إلى انطباع أن نتنياهو يرفض الصفقة لاعتبارات سياسية فسننسحب من الحكومة فيما يكرر وزير الأمن القومي إتمار بن كفير موقفه بأن وقف إطلاق النار يعني نهاية حكومة اليمين وفي غضون ذلك تواصل جبهات المساندة فرض إقاعها من لبنان إلى اليمن والعراق كما ذكرنا والأبرس في هذا الإطار كان في بيان الأمن العام لحركة النجباء في العراق أكرم الكعبي الذي أكد فيه استمرار العمليات نصرة لفلسطين حتى وقف العدوان على غزة وانتهاء الاحتلال الأمريكي لبلاد الرافدين أعود وأستأنف الحوار معك أستاذ إسماعيل مسلماني انطلاقا من نقطتين ذكرناهما في هذا العرض أولا بالتطورات الميدانية بعد انسحاب هذه الألوية من شمال القطاع محاولة جديدة وإحاء إسرائيلي بتفريغ رفح والحديث من جديد عن محور والسيطرة الأمنية عن محور فيلادلفيا على ماذا يدلل هذا التحرك الإسرائيلي والإحاء كان بموافقة مصرية فيما أتى النفي المصري ثانيا إلى أي مدى شكل هذه الصفقة التي تطرح الآن تنعكس بموقف حاد بتناقض وبتهديد مصير هذه الحكومة وما حقيقة بالفعل المعسكر لبن جانس بأنه قد يخرج من هذه الحكومة إذا كان هناك عدم موافقة من قبل بن يمين نتنياهو على هذه الصفقة لاعتبارات سياسية نعم أولا ما يجري الآن في قطاع غزة ثلاثة أقسام القسم الشمالي والقسم الوسط والجنوب وحسب ادعاءات الجيش الإسرائيلي أو المستوى السياسي أن الآن بعد انتهاء من موضوع خان يونس سوف يتم الانتقال بعد أن فشلت كل المحاولات لحول تهجير وترحيل الفلسطينيين إلى منطقة سيناء على الأقل يعني هذه نقطة تسجل لمصر أنها لم تسمح بالرغم من الضغطات الأوروبية والعربية بهذا الشأن لكن بقيت المعضلة في إسرائيل أنها ما زالت تريد السيطرة على محور فيلدفيا وبالتالي هناك يعني مشكلتان إما أن تذهب باتجاه إزاحة مرة أخرى من منطقة الجنوب إلى منطقة الوسط أو العودة إلى الشمال وهذا يعني سوف يكون معقد بالنسبة للإسرائيليين لهذا نشاهد الآن السيناريو الذي يترتب مع هذا الترتيب حكومة عسكرية مؤقتة تم الحديث بها من سنتين إلى أربع سنوات وما يجري الآن في قطاع غزة هو منطقة عازلة بعمق كيلو متر وهذا تم كشفه عن طريق الأقمار الصناعية وتم الحديث به والآن هي تعمل بشواهد على الأرض تبدأ من بيت حانون مرورا إلى بيت لاهيا نزولا إلى رفح وبالتالي تكون هي تموضعة أو إعادة الانتشار وتدخل في المرحلة الثالثة بمعنى العمليات المحددة الجراحية كما وطفتها الإدارة الأمريكية هذا كله من شأن يعني يرتب إلى ترتيب دولي منها البحرين والمغرب والسعودية ومصر والأردن وبمشاركة يتم تشكيل حكومة تقنقراط أي أكاديميين خبراء يتم الترتيب إلى أن يتم انتحاب بشكل تدريجي أي أن تبقى إسرائيل مدنيا وأمنيا وعسكريا لمدة أربع سنوات لخينة أن تتأكد أنها أصبحت غزة من زوعة السلاح هذا السيناريو الآن هو المطروح على المنطقة ومطروح من قبل بشكل سري في الرياض الذين يطرحون بمبادرات بمعنى أن السعودية جاهزة بس بشرط أن تأخذ التزام سياسي وليس الدولة بمعنى أن تلتزم إسرائيل أماني نعم أن تأخذ موقف سياسي بالمقابل السعودية تحصل على الخطة الدفاعية أي بناء المفاعل النووي المدني الذي قبل انتهاء الرئاسة الأمريكية لبايدن لكن دعينا نقول بشكل واضح في هذا السياق قبل الدخول في موضوع الصفقة موضوع السابع من أكتوبر وقبلها كان المشهد العربي هزيل والدول العربية يعني في حالة هرولة وعلى رأسها كانت السعودية عرابة التطبيع التي كادت يعني أن تقترب من هذا المشهد وضربوا بعرض الحائط القضية الفلسطينية وأصبحت هي على الرب وهي واحد من أسباب دخول طوفان الأقصى لغير موضوع المسجد الأقصى وموضوع السياسي في حالة فراغ كانت قضية التطبيع هي واحدة من هذه الأسباب وبالتالي أعتقد أن السعودية لديها مصلحة في هذا الشأن السعودية هي من أكتر الدول لا تهتم لا للقضية الفلسطينية وليست هي بعيدة المنال لكن تريد أن تكون موطئ قدم بمعنى لا يعقل أن تكون قطر منطقة صغيرة في منطقة الوطن العربي وتكون لاعب رئيسي هي تريد أن تكون لاعب رئيسي وهنا تنافس ما بين قطر ومصر سيد اسمعيل تتحدث عن جزئية مهمة بتنافس هذه الأدوار الخليجية وحتى العربية وبهذا الموقف السعودي المستجد ولكن هذا يمكن أن نتركه بنقطة أساسية للمحور الثالث والأخير وسنتوسع به معك ومع ضيوفنا ولكن بنقطة مصير هذه الحكومة ما حقيقة موقف حزب المعسكر وبني جانس هل يمكن بالفعل أن تطيح بهذه الحكومة المهم قبل نعم حول صفقة أو قمة باريس أو وثيقة باريس التي قدمت واضحة أصبحت واضحة هي تتكلم لماذا تتكلم عن هدنة طويلة 142 يوم تقريبا أو 50 يوم قبل التمديد طبعا قابل للتمديد هم يبحثون عن صيغة وهنا يعني أقصد بالصيغة يعني إسرائيل تريد والشيطان يكمن بالتفاصيل وأقصد بذلك يعني الكلمة لمن ستكون للانتصار لغزة أم لإسرائيل وهنا يبحثون عن مخرج لنتنياهو الآن نتنياهو عرض هذه الوثيقة وبالتالي بدأت التعارضات والاتهامات والتسريبات وبدأ الكل يعني يناكب آفي دختر يعني يتهم سموتريش أنك لست عسكري ولا تعرف كيفية والحديث عن نوعية أسرى أحكامهم عالية وبالتالي لا يمكن وعاد من جديد مرة أخرى نتنياهو صاحب الأيدولوجيا رفع الصقف بشكل كبير جدا بمعنى أن كل الذين يريدون أن يزاودوا على نتنياهو قال لن ننسحب لن نقبل بالإفراج ووضع اللاءات الثلاثة المعروفة وبالتالي هو يريد لكن ما الذي ممكن أن يحصل السيناريو القادم سوف يعرضها على الحكومة سوف يعارض سموتريش وإتمار بن جفير سوف يحيل نتنياهو هذا الموضوع إلى الكنيسة وهنا بدأ جانس ويائير لبيد يائير لبيد أعطى شبكة أمان بمعنى أن في حال خرج سموتريش وإتمار بن جفير أنا جاهز للدخول وحتى لبرمن كذلك الأمر بن جانس هنا اللاعب الرئيسي في هذه المعضلة وهو لا ننسى أنه كان وزير دفاع وهو سفاح ودموي وصاحب عملية كاسر الأمواج هو لا يختلف كثيرا عن نتنياهو لكن يختلف في قضية أنه يجب وقف الحرب وعملية التبادل ونحن نستطيع متى نشاء أن نضرب المقاومة الفلسطينية طالما المعركة مستمرة خاصة أمريكا تدفع بثلاث شخصيات مثل أزين كوت ربيد بالدخول بالحكومة وهنا فرصة نتنياهو الذي أوجعت رأس الإدارة الأمريكية مثل سموترش وإتمار بن جفير الذين سببوا يعني إرباكا بالإدارة الأمريكية وللتهديدات وأنهم ليسوا نجمة علم في أمريكا وبالتالي هم يريدون أن هناك موقف شأن مستقل حقيقة نتنياهو وهذه نقطة شهرية أستاذ إسماعيل مسلماني فقط أن أحيلها لو سمحت إلى دكتور خالد صفوري إلى أي مدى مقدرة اليوم الأمريكي بهذا الطرح بهذا الشكل من الصفقة بمقابل اللآت الثلاث لبن يمين نتنياهو بالفعل أن تحاول تغيير شكل هذه الحكومة عبر هذه الشخصيات إن كان بني جانس أو حتى أيزون كوت أو حتى زعيم المعارضة يئير لابيد هل نحن نتحدث بالفعل عن انعكاس مباشر من خلال هذا الطرح على مستقبل العلاقة ما بين نتنياهو الأمريكي ومستقبل العلاقة ما بين الكيان والإدارة الأمريكية أشكرنا سؤال مهم والولايات المتحدة ومنذ قيام دولة إسرائيل هي الدولة الأولى الرائعة لإسرائيل في العالم وهذا لم يتغير بالعكس ازدادة في كل سنة عن سنة التي سباقتها بالتالي الإدارة تبشي على طريق لا تريد أن تحرج أي طرف إسرائيل على الأقل الأطراف الرئيسية وهي لا تريد رغم عدم الود مع نتنياهو ورغم أن الرئيس الأمريكي بعد انقال قبل حوالي شهر أنه علن نتنياهو أن يذهب لا يستطيع أن يبقى للأبد فهي الإدارة الأمريكية تفضل رئيس وزراء في إسرائيل بدون ما يكون موجود نتنياهو لكنها تعرف أن هناك معادلات داخلية في إسرائيل وبالتالي انسحاب اليمين المتطرف من أي حكومة لا تم الاتفاق على وقف طلاق نار أو حسب ما قيل أنه سيتم إعلانه يوم السبت يعني غدا من قبل وزير الخارجية القطري رئيس وزراء القطري أنا أشك أنهم حتى الآن هناك تلاقي لك الحكومة الأمريكية وعدت نتنياهو إذا انسحب أقصرينين فأنه هناك أطراف إسرائيلية ضغطت عليه الإدارة الأمريكية لأن تدخل في تحالف معنات أنه من أجل إدقاء حكومة يعني تستطيع أن تطبق في الاتفاقيات وتسير في هذا المسار حسد الخطة الأمريكية التي تشمل تصفية حماس يعني لا تستطيع تصفيتها والقضاء عليها بشكل كامل الآن لكن تريد ترتبات جديدة في المنطقة بدعم عربي وحتى وضعت خطة إذا أعدت بناء غزة وحتى وضعت تقديرات على كم تكلف هذه العملية وامريكا كذلك أبلغت الأطراف الأوروبية أنها تريد منها المساهمة في عدد الإعمار لكن ذلك مقابل تحييد أو إضعاف الوجود السياسي والعسكري للأحماس في غزة فأعتقد أن هناك لعبة تنطبخة بالتواطئ مع أطراف عربية وهي ترضى على ذلك الأطراف العربية قالت للإسرائيليين أنها تدعم جهودها في القضاء على حماس أكثر من طرف عربي قال ذلك وهذا لم يبقى مبراسلري أعتقد كذا مسؤول إسرائيلي قال ذلك علنا على محطات الترفز الإسرائيلية مسؤولين في وزارة الكارير الأمريكية يقولون ذلك لأن السفراء العرب الذين يلتقون فيهم في واشنطن يقول لهم نحن ندعم جهود إسرائيل في القضاء على حماس بالتالي هذه الأطراف كلها متافقة في معظم النقاط وأمريكا تدفع بهذا الاتجاه لكن تريد ثمن سياسي لأنه هذا الثمن السياسي يعود عليها بانتصار دبلوماسي لأنها لم تحقق أي نصر كل إدارة في التاريخ الأمريكي تحاول أن تحقق نصر الداخلي وهذه الإدارة تقول أنه ليه نصر داخلي في أنها قضت على التضخم والوضع الاقتصادي الذي كان سيء تحسن الآن لكن على المستوى الخارج ليس هناك أي نصر وما تنظر عليه بنصر أنه هي استطاعت أن توقف الحرب ومستطاعت أن توقع تفقد سلام أستسمحك عضرا بالمقاطعة فقط لأفهم منك جزئية العلاقة الإسرائيلية الأمريكية ولسيما بإطار هذا الضغط الأمريكي أو الرؤية المختلفة كما ذكرت في بداية المسائية في مرسوم غير مسبوق وقع من قبل الرئيس بايدن يفرض عقوبات على المستوطنين السياة الأمينية المتطرفة داخل الحكومة الإسرائيلية وحتى بن يمين نتنياهو هل هي مؤشر أو بأي سياق توضع هذه الخطوة يمكن فهمها هذا إجراء قليل جدا 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 ما تستجع أمريكا أن تقوم فيها أمريكا تستطيع أخذ كل عمليات الاستيطان غير قانونية إذا أمريكا معنية بحل الدولتين وهي تقول أنها تؤيد دولة فلسطينية حتى أنها تلمح بأنها قد تعترف بدولة فلسطينية وبريطانيا ذكرت نفس الشيء وهذه من أجل تنفيذ ضغوط على إدارة نتنياهو إذا كانت تريد دولتين فعلى أن توقف الاسرطان وهي لا توقف الإجراءات التي قامت بها إجراءات شكلية وليس لها ثمن كبير وزارة الخزانة الأمريكية تستطيع أن تجمد أموال عشرات المستوطنين والمنظمات المستوطنين الجمعيات اليهودية في أمريكا التي تجمع الأموال المستوطنين تأخذ ما يسمى بـ تأخذ قانونيا جمعيات غير ربحية وبالتالي تأخذ أعفاء ضريد الذي يتبرع على هذه المؤسسات تأخذ أعفاء من الضريد الأمريكي وبالتالي هذا يرجع المتبرعين أمريكا تستطيع أن تسحب وزارة الخزانة وليس الرئيس الأمريكي يستطيع أن يسحب ذلك وزارة العدل الأمريكي تستطيع أن تحقق مع هذه الجمعيات لأنها تقوم بأعمال مخالفة القانون الدولي كل هذا الأمر لا تحصل وبالتالي ما تقوم به الإدارة هو أقل من أضعف الإيمان بالتأكيد يتمتلك كل الأوراق لتضغط على الإسرائيلي ولكن هي لا تريد تفعيل هذه الأوراق بما ذكرت وكما ذكرت دكتور خالد هو إجراء بسيط أمام ما يرتكبه الإسرائيلي ولكن سنتقل دكتور خالد هل تسمح لي أن أنتقل فقط لأستاذ مهدي الكعبي وسوف أعود إليك بالمحور الأخير بجولة ثالثة ABC News قبل قليل أستاذ مهدي عن مسؤول أمريكي ضربات أمريكية ردا على الهجوم في الأردن بدأت بسوريا وأيضا مصادر الميادين تتحدث عن استشهاد ثلاثة عناصر من القوات الرديفة بالغرات قبل أن أسأل سؤالي بأي إطار تضعون هذا الرد وهذا التطور بهذه الليلة طبعا نجيت أذكر هذا العاجل أول ما بدأ اللقاء أرسلوا الأخوة بالإعلام قالوا أن هناك بداية القصف على سوريا الحبيبة في قناة أو في منطقة الميادين وهناك ثل من الشهداء أنه في جراء هذا القصف الأمريكي وليس فقط أنه الصهيوني وهذه مسألة كلش طبيعية باعتبار أنه هناك يعني يعني موقف يعني يحسب للمقاومة سواء كانت العراقية أو يحسب لكل المحور في قضية أنه رفض هذا سواء كان الاحتلال لأمريكا أو الاحتلال الصهيوني قضية هذه الحرب المبتوحة وقضية التوسعة في هذه الحرب أو عدم التوسعة هذا خاضع للمعطيات على الساحة سواء كان الإقليمية أو الساحة الداخلية العراقية نحن نتلاحظين يعني كمحور أن نحن في حرب مع أنه هذا الاحتلال الأمريكي والصهيوني فقضية القصف وغير القصف مسألة كلش طبيعية ويعني معتاد عليها سواء كان في العراق أو في باقي دول المحور بداية القصف اليوم في سوريا واحتمال بالعراق واحتمال في غير من المكان هناك جهوزية وهناك رد سيكون من المحور أو من المقاومة الإسلامية بالعراق وإن شاء الله أنه هذه العمور يبقى موقفنا ثابت ويبقى موقفنا واضح هو حماية أنفسنا ووطننا وشعبنا ولا أنه نخاف من التهديدات لا الأمريكية ولا غيرها سيد الجعبي بهذا الانخراط الأمريكي يعني بالتصعيد الميداني الذي يأتي ضمن السياسات والمخططات الأمريكية هل واشنطن تقرؤون بأنها تضغط لتحقيق هذه الرؤية بشأن كامل المنطقة والشرق الأوسط انطلاقا من غزة وما هي طبيعة الردود بالنسبة لأطراف المقاومة في المنطقة التي ترفض حتى هذا التدخل السياسي بالرؤية التي تفرض يعني لو تلاحظون أنه هناك يعني عدم يعني حسم لمعركة غزة وعدم وجود نصر حتى الاحتلال الأمريكي في قضية الصراع ما بين المقاومين وما بين الكيان الصيوني هذه الحرب تحظى بدعم ورعاية أمريكية لقضية لا بد أن يكون لديهم نصر ولو على مستوى الإعلام ولو على مستوى الجانب السياسي لذلك أنه شوفين الأمريكان هناك خطين خط دبلوماسية أمريكية في قضية إثارة الورقة سواء كانت الفرنسية أو القطرية أو المصرية وكذلك هناك ضغط عسكري وهناك تلميح حتى في قضية أنه تهديد بعض الدول في عدم أنه تحالفها مع أنه هذا التحالف البريطاني الصهيوني الأمريكي لكن أقول بملء الفهم أخت الكريمة يعني الموقف العسكري وكذلك المحور هو موقف ثابت مساند للقضية الفلسطينية وهناك نصر حقيقي فعلا لهذه الجبهة الجبهة الحق وصراع أنه الخير ضد الشر ونحتاج إلى فقط عامل الزمن قضية الأمريكان والتصعيد والتهديد والتهويل هذه مسألة كلش طبيعية باعتبار يمتلكون آلة إعلامية قوية وكذلك يمتلكون لديهم هناك أطراف تعمل على أنه زيادة أو هذا الزخم لكن بالمقابل لدينا إعلام مقاوم ولدينا مقاومين سواء كان في الكلمة أو في السلاح أو لدينا شعوب حرة واعية لهذا الموضوع لا بد أن يكون يعني الموقف أنه يوصف بالثبات ولا بد هذه الدماء والتضحيات هي مسألة طبيعية في الركب في هذا طريق الحق وطريق الشهداء سيد الكعبي أشرت إلى نقطة مهمة نعم بالنسبة لأنه المسار التطبيعي أدخل للمسار التفاوضي بالنسبة للمخطط الأمريكي بشكل أساسي وهو جوهر الحديث الآن هناك ضغط أخت الكريمة هناك ضغط على أنه الدول الخليجية وخصوصا المملكة العربية السعودية بما يعني تهثله من جانب روحي ووجود بيت الله الحرام هناك هناك ضغوط أمريكية في قضية أنه تحويل الصراع ما بين يعني ما بين المسلمين أو العرب والكيان الصهيوني وأنه يعني شيطنة الفصائل المقاوم وشيطنة القضية الفلسطينية وكذلك أنه تحويل الصراع من صراع صهيوني عربي إسلامي إلى صراع عربي إسلامي مع الجمهورية الإسلامية هذه قضية أنه توظيف هذا الجوانب وقضية يعني حلفاء أمريكا ومن يسير بقضية التطبيع مع محور أمريكا هذا واضح أن هناك مشاريع وليس مشروع واحد هي سواء قضية تهجير الفلسطينيين قضية أنه التطبيع قضية الضغط على العراقيين على السعوديين على باقي الدول وأنه السير في ركب أمريكا وإسرائيل هذا الموضوع نرفض قضية التطبيع نرفض أن نكون جزء من مشروع أمريكا بالمنطقة أهم شي عندنا الذي نؤكد عليه هي سيادة العراق دعم الدولة العراقية المحافظة على أنه سيادتنا سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو أمنية كذلك لو تلاحظين اليوم البيان أكدوا بشكل ثابت أنه قضية أنه دعمنا لمفاوضات الحكومة العراقية في قضية أنه المسارعة في انسحاب القوات الأمريكية من العراق ولابد أن يكون المفاوض العراقي قوي ولابد أن تكون هناك قضية النقاط التي يتفاوض عليها الوبد العراقي أن تكون واضحة ولابد أن تكون مكاشفة ما بين الحكومة العراقية وما بين المقاومة الإسلامية وما بين الشعب العراقي حتى فعلا نكون على دراية وعلم في قضية التفاوض وليس عقد اتفاقية ثناعية أو دفاع مشترك ما بين الحكومة العراقية والأمريكان وتجميل صورة الأمريكان الشعب العراقي المشرع العراقي العمى العراقية ترفض هذا الاحتلال الأمريكي والتدقل الأمريكي السافر في الشعون العراقية وضحت الصورة والسيامة بالمسار السياسي الذي أشارت إليها أيضا أستاذ الكعبي بالمخططات الأمريكية تحول إليك بهذه الجزية التي قطعتك بها أستاذ مسلماني هل هي هذه هدية بمقابل وقف إطلاق النار العودة إلى تفعيل مسار التطبيع بما كشفته رويترز وهنا نتحدث عن رؤية سعودية جديدة نعم واضح جدا أولا أن المنطقة الإقليمية بمحورها أي وأقصد محور المقاومة بدءا من إيران مرورا إلى اليمن إلى العراق إلى سوريا وانتهاء لبنان وفلسطين كل هذا المحور وجوده في المنطقة أربك الإدارة الأمريكية وأربك دول الخليج وأربك كل دول بين قوسين الأنظمة العربية الرجعية التي لا تريد للمقاومة أن تكون موجودة لها وجودها هو منعا مشاريع في المنطقة موضوع مشروع الإمارات والهندي الذي ممكن أن يمر عبر البحر الأحمر ويمر بالقنوات الموجودة المشاريع كانت التصفوية لكن يجب أولا انتهاء المقاومة هذه المقاومة وجودها في المنطقة هو يربك العديد من الدول ويربك تحديدا خاصة بعد أوكرانيا وروسيا في المنطقة تقارب إيراني السعودي في المنطقة تقارب الإيراني دخوله وزيارته إلى سوريا كل هذا أصبحت الولايات المتحدة في لحظة من اللحظات شكلت عملية فراغ في المنطقة إسرائيل إن دفعت بشكل مختصر دفعت إلى القمم وكانت قمم في حينها نفتالي بنت الذي أراد أن إعادة تغيير الشرق الأوسط الجديد كلها كل هذا الآن بدأ بالترتيب مرة أخرى أجهزة المخابرات المختلفة بدءا من مصر إلى الأردن إلى قطر إلى آخر بالزيارات واجتماعات سرية أو علنية التي تحصل وبالتالي إعادة ترتيب المنطقة من جديد وتقديم إغراءات يتم محاولة إغراء إسرائيل نتيجة ضربة 7 أكتوبر والتي هزت العالم كله وبالتالي هذا التقديم المجاني يتم عبر تقديم التطبيع وبالمناسبة كان هذه الهدية المجانية قبل 7 أكتوبر هرولت الدول العربية إلى وضرب علما أن السعودية كانت صاحبة المبادرة أنه يتم إقام الدولة فلسطينية ومن ثم يتم عملية التطبيع مع كل الدول العربية لكن الذي حصل أن نتنياهو نجح بالاختراق العربي وبالتالي هذه المسألة كيفية الآن ترتيبها وكيفية ممكن أن يعطي ثمن هدية للإسرائيليين ثمن السكوت وبالخروج بالانتصار أن يصبح هناك تطبيع كامل معها وخاصة السعودية التي هي تشكل حلقة مركز أساسي للدول العربية التي من بعدها ممكن أن تهرول المسبحة لكافة الدول كلها هذا الاعتقاد السائد في المنطقة الذي يحاول الإغراءات تحت موضوع تمويل المالي وتقديم جزء من الحل الأمني وبالمناسبة يعني موضوع حل الدولتين هو مشروع أمريكي مصطلح فضفاض هو إطالة الحرب وإطالة المعركة وإطالة لسنوات أخرى لا أقل ولا أقل الإسرائيليون غير جاهزين حتى في دولة منذوعة السلاح هم لا يقبلوا أولا تتكلمين عن الضفة الغربية على سبيل المثال 700 حاجد موجود نصف مليون مستوطن مدينة القدس يعني هي ألاءات لا عودة للاجئين لا لقيام دولة فلسطينية لا للقدس للفلسطينيين وبالتالي موضوع الضفة الغربية هي حلقة معقدة أكثر من غزة كون أن غزة هي كانت محاطة وبالتالي الموضوع الاشتباك الفلسطيني في داخل الضفة أكثر تعقيدا منها لم تستطع لا أمريكا ولا كل الدول الرائعة أن تزيح حاجز واحد المقاومة الآن هي الميدان وهي الحكم التي ممكن من خلال هذا الإسناد المحور الذي أربك المنطقة كلها في الحسابات الموجودة المشاريع كانت قادمة في المنطقة لا أحد كان يتوقع القواعد الأمريكية خمسين ألف أمريكي موجود موزعين على دول قطر والسعودية والأردن والبحرين ومصر والعديد من الدول العربية متواجدة ومتغولة في المناطق وهذا يعني أستاذ مسلماني ما ذكرته لم يكن بحسبان الأمريكي دكتور خالد وهي نقطة يحيلها إليك نحن لا نتحدث فقط عن فشل إسرائيلي وتهديد وجود هذا الكيان بدوره الوظيفي الذي يخدم المصالح الأمريكية بل تهدد هذا الوجود يهدد هذا الوجود الأمريكي ومصالحه بألا منطقة حتى ينخرط مباشرة بعضوان وباعتداءات مباشرة على اليمن ويدفع الثمن باستهداف قواعده والدم الأمريكي اليوم هل يمكن القول بأن ما تقدمها السعودية بالاستعداد للتطبيع هي هدية لبايدن أم التطبيع هي هدية أمريكية لنتانيا هو إسرائيل بالتأكيد ليس هدية لبايدن لأنه مثل ما قلت في البرنامج ليس هناك ود بين المملكة وإدارة بايدن الرئيس بايدن هاجم محمد بن سلمان خلال حملة الانتخابية وقال أنه خارج عن القانون وقال أنه سوي حاسب ويسوي عاقب رغم أنه تغير هذا الكلام بعد النجاح في الانتخابات لكن لا أعتقد أنه محمد بن سلمان يسامح بايدن بما قاله فهو لا يريد أن يعطيه نصر لهذا نجد المملكة العودة السعودية تموطل المسؤول الأمريكيين يزورون المملكة منذ أكثر من سنة ويحاولون الضغط على المملكة من أجل توقيع اتفاقيات سلام والمملكة تموطل لأنها لا تريد أن تعطي إدارة بايدن انتصار دبلوماسي وانتصار سياسي لأنها ليس هناك ود بينهم ولا مثل ما قلت بعد عشرة أشهر إذا نجحت ترامب سيتم توقيع الانتفاق بمجرد مجيء ترامب إلى الحكم الآن مملكة العودة السعودية تحت الضغط الأمريكية قد توقع اتفاق لكن تريد في المقابل شيء كبير الحصول على اتفاق دفاع مشترك على سبيل المثال قد يكون الثمن الذي تحتاجه من المملكة العربية السعودية بالإضافة لأمور أخرى هي تريد أن تطلق يدها في المنطقة وأن أمريكا تنظر للاتجاه الآخر سواء كان ذلك في اليمن أو في المناطق الأخرى فهناك المطالب السعودية ولا أعتقد أن أمريكا لديها الإمكانية أن تلبي كل هذه المطالب لهذا قد يتم تأخير توقيع اتفاق لهذا الخصوص الشروط السعودية قيام دولتين هذا من وجه نظري كلام ليس له ثمن حقيقي وليس صحيح المملكة ستوقع هذا الاتفاق إذا جاء أترانب الحكوم مرة أخرى بدون أي ثمن بدون أي دول دولة فلسطينية لأنه ليس هناك حقيقة دولة فلسطينية أمريكا لن تسلم هذه الدولة هي تتكلم عنها لأنه الكلام رخيص وليس له قيمة على أرض الواقع إذا أنت تريد دولة فلسطينية عليك أن تقوم بإجراءات من أجل جعل هذه الدولة ممكنة إقامة دولة فلسطينية وجود 500 أو 700 ألف مستوطن غير واردة وغير ممكنة ومستحيلة وأمريكا لا تقوم بأي إجراءات لتوقف استمرار الاستيطان والتوسع الاستيطاني وهناك ليس رؤية واضحة أو ثقة حقيقية بترجمة هذه الأقوال بما ختمت به دكتور خالد وهذا يحلني بسؤال سريع أستاذ مهدي وإجابة سريعة لو سمحت ما هي السيناريوهات المتوقعة في ظل البحث عن هذه السبل السياسية وهذه المفاوضات والمسار السياسي ورسائل الميدان التي تفرض نفسها يعني بالنسبة لهذا الواقع نحن نشوف تصعيد أمريكا حتى حاليا أنه هناك قصف للحدود قضية البوكمال قضية يعني دير الزور هناك تصعيد من قبل الأمريكان الأمريكان لا يعلمون أن في تصعيدهم مع المقاومة الإسلامية أو مع المحور بالعكس تكون هناك الجماهير والشعب العراقي وشعوب المحور كلها أنه تكون تلتف حول هذه المقاومة وهذا الرفض للوجود الأمريكي طبعا قضية الأمريكان يعملون على عامل الوقت والزمن باعتبار هناك مشاكل لدى الحكومة الأمريكية هناك انتخابات مقبلين عليها لا بد أن يكون الديمقراطيين بعض العمور يحسموها أو يوصلون صورة للشعب الأمريكي أن هناك قوة أمريكية وأن هناك ضربات أمريكية موجعة لهؤلاء الأطراف التي يرفضون الوجود الأمريكي أو يقاومون الوجود الأمريكي الشعب الأمريكي واعي لما يعمل السياسيين ويوطفون المصالحهم والانتخابية نحن بالنسبة أن مواقفنا تتصف بالثبات ولدينا أنه اعتماد على أنفسنا وعلى قدراتنا وعلى قياداتنا فلا يغير من الأمر شيء كل ما هناك نحن موقفنا ثابت ونقول الأمريكان بملء الفن أنه الحمد لله والشكر لدينا مقاومة وقيادة وشعب عراقي أنه يقف مع المقاومة العراقية وسيلتف حول المقاومة الإسلامية بالعراق ويعزز موقفنا وبالعكس موقفنا قوي داخل العراق وهذا الموقف هو في جميع أنه الخطوط خطوط المحور في قادم الأيام شكرا جزيلا لك أستاذ مهدي الكعبي عضو حركة النجباء كنت معنا مباشرة من بغداد الشكر موصول لك أستاذ إسماعيل مسلماني الخبير بالشؤون الإسرائيلية كنت معنا من القدس المحتلة وأيضا الشكر موصول لك دكتور خالد صفوري المستشار السياسي لمركز ميرديان لدراسات الاستراتيجية كنت معنا من واشنطن الشكر الأكبر لكم مشاهدين الأكارم على طيب المتابعة هذه المسائية انتهت في أمان الله اشتركوا في القناة